اهلا بكم مشاهدين الكرام وهذه الحلقة الجديدة من خطوط تماث يستمر سباق الانتخابات الامريكية في مسيراته حتى نعقاد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في الفترة من الثامن عشر إلى الحادي والعشرين من يوليو والمؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي في الفترة من الخامس والعشرين إلى الثامن والعشرين من يوليو حتى يتم حسم المرشحين الجمهوري والديمقراطي في سباق الانتخابات الامريكية كل المؤشرات بتصب في كل من وزيرة الخارجية الامريكية السابقة هيلاري كلينتون عن الديمقراطيين والملياردير دونالد ترامب عن الجمهوريين السباق على المكتب البيضاوي هو تنافس بين حزبين ودور الرابح في الانتخابات هو تنفيذ برنامج حزبي ولكن في كل الأحوال نتساءل في هذه الحلقة عن قضيان نحن العرب عن أي دور للعرب يمكن أن يكون أيضا في هذا السباق الماراثوني في الانتخابات الرئاسية الامريكية إلى أي مدى يهم العالم العربي المرشح للانتخابات الامريكية هذا ما سوف نتعرف عليه من ضيوفنا الأفاضل الأستاذ سامح عبدالله الكاتب الصحفي ومدير تحرير جريدة الأهرام مساء الخير أستاذ سامح وأهلا بحضرتك معنا أهلا بيك وبشرفنا أيضا بي الحضور الدكتور رائد العزاوي أستاذ العلاقات الدولية بالجماعة الامريكية مساء الخير دكتور رائد وأهلا بحضرتك واسمحونا قبل أن نبدأ الحوار أن نخرج إلى تقرير نعود بعده لبدء النقاش في خطوط تماث عدة أشهر تفصلنا عن الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتي من شأنها إقرار من يكون رئيس أقوى دولة مؤثرة في العالم انتخابات تمهيدية بين مرشح الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري في الولايات المختلفة لحسن من سيكون مرشح الحزب الديمقراطي من جهة ومرشح الحزب الجمهوري من جهة أخرى ففي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى الانتخابات الرئاسية الأمريكية يبرز دور المسلمين والعرب في ترجيح كفة مرشح ماء ووصوله لسدة الحكم وبينما تنظر الدول العربية للانتخابات بحالة من الترقب يبقى السؤال ما هو دور اللوبي العربي في الانتخابات الأمريكية ويقول محلون أن أكبر مشكلة تعوق الدول العربية في السعي لإنشاء اللوبي أصيل أمريكية منظم قاعدة من الأمريكيين العرب هو أن مفهوم اللوبي غير واضح للعرب لأن النظام السياسي والثقافي والاجتماعي والسايكولوجي العربي يختلف عنه في أمريكا وبالرغم من أن بعض الدراسات تقول أن الأقالية العربية والمسلمة في أمريكا كان له دور كبير في حسم الانتخابات الأمريكية عام 2008 والتي أدت لفوز باراك أوباما في الانتخابات الأمريكية إلا أنه يبقى اللوبي العربي غير مؤثر بالمقارنة باللوبي السهيوني والذي يمتلك تأثيرا قويا في صناعة القرار الأمريكي بشأن الأحداث الدولية وتتضح أهمية تكوين اللوبي عربي مؤثر في توصيل المشاكل العربية والأزمات والضغط على المجتمع الدولي الذي يمتلك الإمكانيات البشرية والمادية الهائلة بالمقارنة باللوبي السهيوني والذي أصبح جزءا لا يتجزأ من النظام السياسي والاجتماعي الأمريكي عودنا مرة أخرى مشاهدين الكرام وأبدأ حديثي معك أستاذ سامح السؤال هل ينبني كرسي الرئاسة الأمريكية على أرضية أمريكية خالصة بمعنى السياسة الداخلية فقط هي من تحسم السباق أم يعني جدة هناك جديد أصبح الأمريكي المواطن الأمريكي الناخب الأمريكي أيضا يهتم بالأضايا الخارجية أولا المجتمع الأمريكي يعني هو خليط من جنسيات مختلفة فبالتالي كل وهما يعني لا يخجلون من القول أن أنا أمريكي إيطالي أمريكي بولندي أمريكي مصري يعني فإذا فكرة أن في قومية أخرى أو في انتماء آخر وإن كان في الخلفية عند الأمريكان ده موجود وظاهر وبالتالي فإحنا هنا نتكلم عن الأمور الداخلية فأيضا هي لها بعد خارجي حتى لو كنا نتكلم عن الأمور الداخلية لأن في بعض الأحيان أنا مضطر أن أنا أرضي إطالينا أو يعني جمهور طالياني أو منطقة ذات أغلبية من الأيرلنديين مثلا أو العرب أو خلافه علشان أخذ أصواتهم أو الأرمن أو اليهود فبالتالي أنا مضطر أن أنا أتعامل مع قضيائهم بشكل ما ولكن هذه القضية بتبقى بشكل واضح وأكبر في الانتخابات المحلية يعني مثلا في الولاية على مستويات الأقل من الولاية المحليات وخلافه لأن هناك التأثير مباشر والشخص بيصوت لصالح المرشح بشكل مباشر الانتخابات الأمريكية المواطن لا يصوت فيها بالمناسبة للرئيس صحيح للمندوبين هو بينقي مندوبين والمندوبين دول هما اللي بيروحوا بيعملوا المؤتمر وبيختاروا رئيس في الآخر فما نقدرش نقول إن ليهم تأثير واضح وكبير كل القوميات وإذا كان هناك لوبيات بتلعب دور فهي لوبيات في الأساس غير إثنية ولكنها مثلا صناع السلاح الشركات أنتاج السلاح فيه لوبي كبير جدا هناك اسمه مش على بال دولاتي بس اللي هو الذي يدعو للسماح ببيع السلاح للناس بدون قيود أو خلافه يعني اسمه مش على بال دولاتي بس ده أقوى لوبي هناك موجود يمكن أقوى من اللوب اليهودي كمان يأتي بقى اللي هوبي اليهودي ده وضع خاص بقى وهو يعني تجمع ذو طابع إثني ديني ثقافي وله أبعاد بقى مختلفة أو له وضع خاص بدا في المجتمع الأمريكي بعدها ثقافي بعض الأمريكيين بيؤمنوا بأمور لها علاقة باليهودية وعودة المسيح وفلسطين أو إقامة دولة إسرائيل يعني فيه في الثقافة الأمريكية خاصة في منطقة الوسط ديه اللي هو الميدوست بيسموها الوسط الغربي يعني قطاعات كبيرة من الناس المتدينين اللي هم ارتبط ديني بهذه القضية فالسياسة الخارجية مهمة ما هياش مهمة أوي وهي تأتي في هذا الإطار بس اللي بيأخذ القرارات الحقيقية هي اللوبيات صاحبة المصالح الاقتصادية الحقيقية على الأرض واليهود لأن لهم علاقة اقتصادية طبعا هم المسيطرين على الإعلام وليهم شركات كبرى وخلافه وبالتالي دعمهم لإسرائيل مهيء يعني بيضع في الاعتبار إلى جانب البعد الثقافي اللي هو له علاقة بالارتباط بالدين وعودة المسيح وخلافه جميل نفس سؤال لك دكتوراد العزاوي يعني في السنوات الماضية طبعا تعظم دور السياسة الخارجية الأمريكية كثيرا وبيقال أنه الناخب الأمريكي أصبح مهتما بعض الشيء بسياسة بلاده الخارجية ما كانش ده الوضع من قبل يعني هل لهذا تأثير يعني سياسة الولايات المتحدة تجاه الشرق الأوسط على سبيل المثال الإدارة الموجودة حاليا هل يريد الناخب الأمريكي على سبيل المثال تغيير هذه السياسة أم كل هذا ثانوي بالنسبة للناخب الأمريكي يعني أولا علينا أن نؤصل موضوع الانتخابات الأمريكية الانتخابات الأمريكية فيما يخص منطقة الشرق الأوسط أو منطقة العربية بشكل عام ربما أعود بالذاكرة إلى ما قاله ترومن الرئيس الأمريكي الذي فاز في الانتخابات الرئاسية بعد عام 48 بعد الحرب العالمية الثانية ومسألة القضية الفلسطينية التي طرحت في مجلس الأمن وصدر فيها بعض القرارات في ذلك الوقت وأعلن أن كانت عصمة الأمم أعلن عن بعض القرارات لترضية الفلسطينيين وما إلى ذلك وأنا أذكر مقولة له شهيرة عندما سئل من أحد الصحفيين تحديدا سئل من الصحفي الراحل الأستاذ أستاذنا محمد حسنين هيكل قال له بصراحة أنا لا يمكن أن يعني أن لا أستمع إلى أصوات 2 مليون ناخب يهودي في داخل الولايات المتحدة الأمريكية كل هذا أنا أذكر في عام 2008 في أغسطس كتبت مقالة في اليوم السابع وقلت أنه لن يكون يعني أوباما لن يكون نصيرا للعرب وحدث يعني حدثت الرؤية الصحيحة وفعلا لم يكن نصيرا للقضايا العربية فيما يخص الانتخابات الحالية دائما الديمقراطيين لديهم وجهة نظر مختلفة عن الجمهوريون في المواضيع المهمة مواضيع الشرق الأوسط لكن جميعهم متفقون على مبادئ محددة يعني مسألة يكون عندما تحدث عن الجمهوريين أو تحدث عن الديمقراطيين في وقت الرئيس السابق بوشيل لم يكن يرى أن حل الدولتين في القضايا الفلسطينية هو أساس في ذلك ليس لأنه تأثير اليهودي تأثير اليهودي كما تحدث الأستاذ سامح التأثير مالي يعني هو وموولين للحملات الانتخابية لأغراض أخرى ليست الأغراض القضايا الفلسطينية تحديدا لهم لديهم ما يحمي رأس المال الآن ظهرت عندنا بالمجتمعات العربية كيف تحمي رأس المال عندما تدعم مرشح لمجلس نواب لمجلس شعب لمجلس رئاسي لحكومة ما إلى ذلك ظهرت لدينا هذا موجود في الأدبيات أدبيات الانتخابات في الأمتحدة الأمريكية فيما يخص كل المرشحين عندما نريد تشريح خريطة منطقة الشرق الأوسط والقضايا العربية لديهما وجهات نظر مختلفة لكنها متطابقة في الهدف العام في الهدف البعيد في المصالح الأمريكية في الأمن القومي الأمريكي ولكن السؤال كان عن المواطن الأمريكي هل وهو ينتخب يضع في اعتباره سياسة بلاده الخارجية أما الداخلية فقط لأنه نحن نعرف أن المواطن الأمريكي هو منكفئ تماما على أموره الداخلية ولا يعني يبديه تماما بتأكيد لكن هذا كان المواطن الأمريكي قبل 11 سبتمبر ده السؤال بها هل حدث تغيير؟ نعم حدث نوع من التغيير وبدأ جزء كبير من الطبقات العاملة والطبقات المتوسطة في المجتمع تنظر إلى منطقة الشرق الأوسط بدأ لديها عيون على منطقة الشرق الأوسط وبدأت وهذا واضح يعني لا يحتاج إلى لبس حتى لا يحتاج إلى شرق هل تم هذا عدام تم رقط الإرهاب بالشرق الأوسط؟ هذه واحدة وأخرى بعد ما حصل ما يسبب الربيع العربي وظهور جماعة الإخوان المسلمين التي وجدنا مثلا أو الإسلام السياسي وجدنا أنه جزء كبير من المجتمع الأمريكي يتعاطف مع هذه الجماعة يتعاطف بشكل واضح وشاهدنا قنوات كبيرة مثل فوكسي نيوز وحتى جزء من السي أن أن ثم بعدين تراجعوا حتى كيف تعاملوا مع موضوع الناس اللي موجودين في رابعة اليوم حتى لو شوف الصحف الأمريكية وهي تتحدث عن أزمات داخلية في العراق في اليمن في ليبيا تتحدث عن أزمة الطائرة تتحدث عن أزمة الأزمة الحاصلة في مصر بين الصحفيين وجهاز الشرطة بمعنى أن هناك نوع من الاهتمام لكن هذا الاهتمام مشروط شرطه أن كيف يمكن أن يستفيد المواطن الأمريكي من قلخلة أو من الخلل الواضح في تركيبة سياسية في منطقة الشرق الأوسط أنا أقول شيء معهد بول مورفي للدراسات الاستراتيجية عمل استطلاع كبير جدا ومهم جدا كيف تنظر إلى ترامب كلينتون في موضوع الإرهاب كله كان كل الإجابات طبعا جاءت بشكل أو بآخر أنه يجب أن ننكفي بعيدا عن المنطقة العربية والمنطقة الإسلامية يجب أن نحيد هذه المنطقة بعيدا لكن هل هذه سياسة سياسة ترامب أو كلينتون أنا أعتقد الجواب قطعا وبشكل واضح الناخب الأمريكي سيدفع باتجاه من يبحث له عن ضمانة لمصالحه بإبعاد خطر ما يسمى بالإرهاب السياسي أو الإرهابيين عن الولايات المتحدة الأمريكية معلومة الأمريكان لو تلاحظ لو تقرأ تقرأ اليوم تعيش تعيش يوما في أمريكا جزء كبير من المواطنين الأمريكيين سعداء بما يجري في باريس سعداء ما يجري من إرهاب في منطقة الشرق سعداء ما يجري في أوروبا كلها لتحترق كل أوروبا لكن نظمن مصالحنا ونظمن أن الإرهاب بعيد عن الولايات المتحدة الأمريكية كانت هذه سياسة دائمة يعني أمريكية أنه كل ما هو أمريكي هو المهم وليس شيء آخر الأمريكية المتعاقبة بتحكس وجهة النظر اللي حضرتك ذكرت بتأكيد طيب أستاذ سامح لما نيجي نتكلم عن اللوبيهات وقلنا اللوبي اليهودي وأيضا اللوبيهات الخاصة برجال الأعمال أو الشركات التي تريد تحقيق مكاسب أو مصالح فيه الولايات المتحدة الأمريكية لما نتكلم طبعا عن اللوبي العربي هناك كلام كثير جدا عن هذا اللوبي هو اللوبي موجود عدد يعني أعضاءه كثيرين جدا من المفروض أن يكون مؤثر لأنه يمتلك أيضا أدوات قوة ويمتلك ثروات هائلة في الولايات المتحدة الأمريكية ولكن لا يستطيع أن ينظم نفسه جيدا ولا يستطيع أن يضغط الضغط المناسب في الكونجرس أو حتى على الإدارة الأمريكية وبالطبع في الانتخابات الأمريكية هل تغير هذا أم ما زال على حاله؟ لو حضرتك بتتكلم على اللوبي العربي بمعنى اللوبي يخدم مصالح الدول العربية وأيضا يخدم مصالح العرب داخل الولايات المتحدة الأمريكية مصالح العرب داخل الولايات المتحدة فيه يعني ما يسمى بلوبي جماعة ضغط الصغيرة أنا شخصيا كنت كان لها أصدقاء فيها يعني كتير من عشرين سنة أو أكتر وهي تجمهر يعني جمعية اسماها American Anti-Discrimination يعني جمعية الجمعية العربية الأمريكية لمناهضة التمييز العنصري ضد العرب حاجة بهذا الشكل وكانت تمارس بعض الضغوط والنشاط السياسي الجايد ده داخل الأمريكا لو نتكلم بقى على اللوبي يخدم مصالح الدول العربية ككل ككتلة مثلا فده مش موجود إنما فيه اللوبيهات أصغر بتخدم مصالح دول عربية بعينها وليكن مثلا السعودية فالسعودية عن طريق العلاقات المالية والاقتصادية مع قطاعات معينة وأشخاص معينين في الإدارة الأمريكية يعني قادرين على أن تمتلك وسائل تمتلك وسائل نعم لتغيير وإضافة وحزف يعني أمور من من التوجهات الأمريكية تجاه السعودية ولكن بدرجة برضو لها حدود محدودة نعم لأن في الآخر ما هوش اللعب الوحيد اللي على الساحة يعني ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر